السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن احوال كيف تشوفوا معي فيديو اليوم اكلا بالشعرية الصينية و بالدجاج فدائما تعودنا الشعرية الصينية كنعمروا بها لسيجار و للدجاج و للحوت المهم دائما كنستعملوها في التعمار واليوم ما كنقترح عليكم اكلا بالشعرية الصينية و بالدجاج كطة بغرف الكسكاس بدون فرن و كجلديدة بزاف و خفيفة و رائعة خليكم معي في هذا الفيديو باش نشوفوا المقادير و طريقة التحذير و كنتمنى لكم فرجة ممتعة اول حاجة كندير كنقطع صدر الدجاج او ابيض الدجاج الى مربعات على هاد الشكل كيف كتشوفوا معي الى كان عندكم شوية ديال لدان حتى هو استعملوه في الوصفة حتى وارك يجي تقريبا نفس المضاق بحلو بحل الدجاج سافي رادي نقطع صدر الدجاج الى مربعات على هاد الشكل سافي و غادي ندوز باش غادي نشحره هنا خديت طنجرة ولا ممكن تستعملو مقلع درت فيها شوية ديال زيت الزيتون و شوية ديال زبدة تقدرو تطيبوه بالزيت العادية و شوية ديال زبدة اولا غير زبدة بوحدة هل مهم كي بقال لكم الاختيار انتموه النسمة اللي بغيسوا تكون في هاد الدجاج و باش كيعجبكم الطيبو بالنسبة لي درت شوية ديال الزيت زيتون مع شوية ديال زبدة غادي ندوبها شوية هكا مع هادك زيت الزيتون و غادي نضيف لها هادك الدجاج اللي قطعت الى مربعات باش يتشحر لي فاد الزبدة و ياخد لي هادك الماداق ديال و ديال القليان و العافية تكون مجهدة باش هادك الدجاج ما كيطلقش لما ديالو و ما يجي ناش ناشف سافي كنوضع هادك الدجاج ف هادك الزيتة و هادك الزبدة و دات شوية ديال تومة صحيحة غير غا تعطيني لك الماداق ديال تومة من بعد و غادي نحييذها فالك يتعجبكم التومة و يكون الماداق ديالها باين فممكن تقطعوها رقيقة و تشحروها مع هاددجاج سافي غادي مبدا نشحر فيه و غادي نضيف له شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار ممكن تضيفه ورقة ديال سيدنا موسا كاتجيزوين على فاد الأوكلة الماداق ديالا كيجيزوين بزاف سافي و غادي نشحره على هاد الشكل و كنقله سافي باش غادي ندوز للمرحلة الموالية و بالنسبة للشعرية الصينية فانا كان نصحكم تبقوا تخدموا بهذا الشعرية الصينية هذه ديال الروز كيجي الماداق ديالها زوين و صحية العكس ديال هذيك الماركة اللي الباكية ديالها لونها زرق فما زوينش بزاف ما كتعجبنيش هنا شخصيا سافي هاد الشعرية الصينية غادي ناخدها تتعملوا الكمية اللي تناسبكم و تناسب الاسرة ديالكم غادي نديرها في بول و غادي نخوي عليها المسخون و غادي نخليها ترطاب و تطلق غادي نعود نزيد نغطيها مازال بالمسخون و نخليها جانبا حتى تطلق و ترطاب على هاد الشكل و باش نعطي لهاد الاكلة قيمة غذائية اكتر هنا ضفت شوية ديال الخضراء مقطعة ضفت شوية ديال البطاطا مقطع دوائر و شوية ديال خيزو مقطع دوائر و شوية ديال جلبانة كانت عندي في الفريغو تقدروا تزيدوا القرعة او الكورجيت مدورة مقطع دوائر او تقدروا تزيدوا اللوبيا الخضراء تقدروا تزيدوا اي خضراء كتعجبكم و متوفرة عندكم هنا غادي نزيد لها شوية ديالعطرية عندي هنا تحميرة بزار شوية ديالخرقوم و شوية ديالملحة باش غادي نشترم لهاد الخضراء هادي هاد الخضراء كلها خضراء يعني تشي حاجة ما طيبة كل شي خضر و مقطع تقدروا تتغنوا على بطاطا وتخليوا غير خيزوج البانة باش تكون صحية اكتر و خفيفة اكتر خصوصا اللي ادرتوها اللعشة و تقدروا تتغنوا على الخضراء نهائيا تقدروا تنمعوا فيها يعني كي بقى لكم الاختيار هنا ضفت شوية ديالقصبور و معدنوس و غادي نشرمل هاد الخضيرة هكا بهاديك العطرية و هادك القصبور و المعدنوس و غادي نحركها على هاد الشكل هذا حتى كتدخل لي هادك العطرية مع الخضيرة و قد تشرمل مزيان على هاد الشكل صافي و بعد ما تشرملت لي هادك الخضيرة كيف شفتم معايا دبا غادي نجيب الكس كاس اللي هو فاش غادي نطيب هاد الأكلة كاملة غادي نجيب الكس كاس و غادي نوضع في هادك الخضيرة في الطبقة اللولى على هاد الشكل غادي نقدهم زيان صافي و غادي نرد هاد طيب في البرما البرما درت فيها الماء و درت فيها جوج و ريقات ديال سيدناموسا باش كي طلع هادك البخار مع هاد الخضيرة كيتواتها مزيان مع هاد الأكلة صافي و غادي نخليها الطيب نص طيبة و نكمل المراحل و مباشرة غادي ندوز نوجد الشعرية الصينية اللي بعد ما تلقات مزيان في الماء خليت هاد تقطر فاد صفايا و دل بغا نوضعها في هادك البوليش رملت فيه الخضيرة على هاد الشكل باش غادي نوجدها اول حاجة كنقطعها غير شوية ماشي بزاف بحالي لا غادي نعمروا بها اه في الحشوات غير شوية باش ما كتبقاش متشابكة و ما كتبقاش طويلة بزاف على هاد الشكل باش غادي نضيف لها بقية المكونات وبقية العناصر صافي و دبا غادي نضيف لها هادك الدجاج اللي شحرنا شوية دي الملحة و شوية دي البزار مع شوية دي التومة هادك التومة اللي خليت سحي حارة نحيتها صافي و غادي نوضع فيها هادك الدجاج المشحر مع هادك الزبدة دياله صافي و غادي نضيف العطرية هنا ممكن تضيفوا اه الملحة تضوقوا هلا كانت ناقصة تعودوا تزيدوها و غادي نضيف شوية ديال تحميرة و شوية ديال زعفران صافي و شوية ديال القصبور و المعدنوس تقدرو تزيدو شوية ديال شومبينيون إلا كان عندكم تزيدوه مع هاد الأكلة كي يجيزوين بزاف صافي دبا غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى غادي تشرمل لي هادك الشعرية الصينية إلا لاحطوا ناقص العطرية فممكن تزيدو صافي كنحرك على هاد الشكل بالنسبة لي جاتني العطرية قليلة مقارنة مع الشعرية الصينية فزد شوية ديال قصبور و المعدنوس كيف كتشوفو معايا و زد شوية ديال خرقوم و شوية ديال تحميرة صافي و غادي نبدأ نحرك في هاد الشعرية الصينية حتى كتشرمل مزيان و كتدخل في هادك العطرية على هاد الشكل هذا كيف قلت لكم في هاد المرحلة ممكن تضوقو و إلا جاتكم ناقصة من شي حاجة من البزار ولا من الملحة فممكن تزيدو حتى كتضبطو اه الدوق و كتضبطو العطرية صافي كنحركها مزيان على هاد الشكل و كنحتافظ بها جانبا و هادي الخضيرة بعد ما طابت على البخار خليت هاكا الطيب مز طيبة نخليوها الطيب غير مز طيبة باش ممكن أن ننضيفو عليها الخالط ديال الشعرية الصينية و الدجاج باش غادي تكمل طيب ديالها و يجيو طيبين في نفس الوقت كيف كنعرفو في الخضراء كتشد شوية الوقت أما الشعرية الصينية ديجا اه رطبناها و الدجاج ديجا شحرناه يعني ما محتاجش بزاف ديال الوقت ديال الطياب صافي دبا هاكا غادي طيبو بجوجهم في نفس الوقت صافي كنسرح هاديك الشعرية الصينية و الدجاج من الفوق ديال هاديك الخضيرة صافي و غادي نغطي عليها و نرجع هادي طيب فوق البخار و نطلقوه في الشكل النهائي و هذا هو الشكل النهائي ديال الأكلة بالشعرية الصينية و الدجاج زائد هاديك الإضافة ديال الخضر اللي كتعطيها واحد القيمة غذائية أكتر كي يجي طبق مغدي و لديد بزاف و خفيف خصوصا بالنسبة للناس اللي ما كيفيقوش يأكلوا الخبز في العشاء فهد الأكلة كتكالغير بالفخشت و كتجي في علنا رائعة و بنينة بزاف كنتمنى تجربوها و كنتمنى تعجبكم و كالعادة اللي عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تخليوا ليه لايك و تشتركوا الى اول مرة كتشوفوا القناة و تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات و انطلقوا ان شاء الله في فيديوهات جديدة دائما مع السهل و البسيط و اللذيذ خليتكم على خير و الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة